فيما يخص نادي الزمالك أنباء كثيرة عن انضمام لعبين عن رحيل لعبين عن ماذا يفكر الإدارة أو ماذا يفكر الإدارة فيما يخص الجهاز الفني أكلامكم كمان على إصابة الوينش بالمناسبة الوينش حمود حمدي الوينش لسه مفيش تأرير طبي واضح أو ثابت أو تأكيد عن إصابته لا قدر الله لا قدر الله بيقطع في الرباط الصليبي في مثل هذه الأمور وأنا بنصح دايما زمال الصحفيين أو الإعلاميين في مثل هذه الأمور تحديدا الطبية لا تجزم لا تجزم أبدا يعني مش ممكن يكونوا الدكاترة بيعملوا أشعة وأشعة أشعة واثنين وثلاثة عشان يتأكدوا وإحنا نطلع نقول إيه لا خلاص هو أكيد عنده لقدر الله قطع في الرباط الصليبي طيب ما نزبر نزبر شوية طيب بالمناسبة يعني دكتور محمد أسامة طبيب الفريق أكد لنا في تصريحات خاصة أن محمود حمدي الوينش حتى هذه اللحظة يعاني طبقا للفحص الطبي والإشعة والتشخيص الأولي لقطع الجزئي في الرباط الصليبي ولكن ولكن سننتظر لمدة 48 ساعة حتى يزول الورم حول الرجبة ويجري أشعة أخرى لعل الأمور تكون فيها أمر أفضل يعني بس قال أنه طبيب الفريق برضو قال فيما يخص سيف الدين الجزئي أنه اللاعب شعر ببعض الألام في العضلة الخلفية وأنه أثناء الإحماء وهو ده اللي خلاه مشارش من بداية المباراة الماضية ألف مليون سلامة عليه وإن شاء الله نطمئن عليه وما يبقاش فيه أي مشكلة لا سيف الجزئي دي ولا إن شاء الله يا رب الوينش اللي بيواجه سوق حظ واحد من أفضل أفضل المدافعين اللي في الكرة المصرية بصابة طويلة خيار فترة طويلة وإن شاء الله ما يغيبش فترة طويلة أخرى وإن كان التشخيص المبداي هو قطع جزئي فيه الرباط الصديبي ولسه الجهاز الطب ناد الزمالك سيتأكد خلال 48 ساعة طيب